بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايا رب اكونوك ويسنو بخير دائما رب طبعا يا جماعة طلعت النهاردة دايت زي ما احنا شايفين كده الباب اللي هناك ده مفتوح والحمام اللي فيه طاير تمام تعالوا نشوف مع بعض كده هي السلاكة تمام هنا كان فيه جوز حمام زاجل من الحمام اللي كنت بنشه او بطيره من حوالي سنتين كده الحمام الزواجي اللي احنا كنا بنتفرج عليه مع بعض اللي كنا بنتطيرها من حوالي سنتين وكنا عاملين بها سلسلة فيديوهات على القناة فاطلعت طبعا النهاردة لقيت الباب ده منسي تمام منسي بالشكل ده مفتوح والحمام طاير من السلاكة السلاكة فاضية والبيت جوه ساقه تمام فطبعا يا جماعة بابص على البيوت اللي حوليه فلاقيت الحمام وقف على عمارة بعيدة تمام وللاسف البيت دوت بيت حمام نفاخ ريتش وللاسف ساقه يعني فانا اجرب اخدوه احطه تحت جوز حمام تاني واشير البيت اللي تحتيه تمام اي حمام للصبايد اشير البيت اللي تحتيه وحط دوت بس يدفيه يعني لو رأد عليه لحد الفقس يبقى تمام يعني لان لو فقس ممكن ااكل يدوي ممكن اخد الزغليل انقلها تحت جوز حمام معهم زغليل من نفس العمر الكلام ده كله بس اهم حاجة ان انا دلوقتي اياخد البضاء دفيه لحد ما ييجي معاد الفقس فتعلوا كده اوريكم انا لقيت جوز الحمام اللي طاير من عندي من السلاكة دية تواف فيه تمام بص معي كده بص يا جماعة الاسطوحي العمارة العالية خالص دي في جوز الحمام واقفين اهو اهو يا جماعة هتتين زواجل تمام من فرخي من الحمام اللي كنا بنطيره مع بعض من حوالي سنتين هتتين اهو تمام كده يا جماعة الاتنين وقفين على العمارة هنا هم هم بعيد عني شوية هم يعني على عما سفى مثلا بيني وبينهم بتاع خمسين ستين متر بقى وطبعا فوق العمارة فوق خالص تمام فهيرجعوا ومش هيرجع الله اعلم بقى هنشوف ان شاء الله لو رجعوا هصور لكم فيديو تاني لما هيرجعوا ان شاء الله لو رجعوا ونرجعهم تاني للسلاكة ونحط تحتهم البيض بتاعهم تاني تمام انما دلوقتي احنا لازم ناخد البيض نحضنه فانا هاخد البيض اهو تمام اهو يا جماعة بسم الله هاخد البطين اهو تمام وهحطهم هنا تحت الجوز الزواجل ده جوز الزواجل دول بايدين لسه بايدين بالجديد البيض لسه تحتهم مع الرقشة فهحط البطين تحتهم طبعين كده يا جماعة ونشيل البطين بتاعهم هم اللي كانوا معهم من الاول تمام كده وطبعا هحط هنا البطين الفاضين اهم تمام كده يا جماعة هحط هنا البطين الفاضين وهحط الطبين في مكانه اهو تمام كده عشان لو الحمام نزل يخش يرقض على البيض وهسيب له الباب مفتوح وهسيب له الاكلة محطوطة فيها الكلفة والمية تمام وهسيب له الباب زي ما هو كده بحيص ان الحمام لو نزل المغربية كده او حاجة او بعد المغرب لما الدينية تبدأ تضلم ممكن ينزل يخش على السلاكة تمام ينزل يلاقي الباب فهيخش على السلاكة ويرقض على البيض وهطلع تاني بالليل ان شاء الله بعد العيشة اشوف الحمام هل جوه السلاكة ولا لأ لو ما لقيتوش جوه السلاكة هبص عليه هنا على السلاكات ديت وعلى الخشب اللي فوق ده وعلى وعلى السلاكات اللي فوق هنا تمام ابص عليه كويس يمكن يكون ايه جيب الليل وراكن على اي مكان على السطح عندي فلو لقيته طبعا هيكون سهل ان انا مساكه بالليل في الظلمة همساكهم وحبسهم في السلاكة لو طلعت بالليل لقيتهم في السلاكة هحبسهم على طول في السلاكة وهصورهم لكم وهنزل لكم الفيديو يبقى شوفنا كده ايه الحمام اللي طار ورجعتني طبعا يا جماعة على الاسف دي مش اول مرة تحصل معي نفس المشكلة يعني المشكلة دي تقريبا بتكرر معي كل كم شهر كده ان انا انسى باب سلاكة مفتوح والحمام يطير منه يعني طار نفخات وطار قبل كده مفتل وطار زواجل قبل كده كذا مرة وطار استرالي وطار كذا حاجة يعني مش يعني موضوع ايه بالكرر كتير للاسف ان انا انسى السلاكات مفتوحة او حاجة ويطير منها حمام سواء هنا او فوق تمام فا يعني الحمد لله يعني ربنا اعوض ان شاء الله ويبارك في الموجود يعني انا مش عارف اقول ليه بصراحة الموضوع والله هو حاجة زعل وحاجة دايق وانا مش ازعلان على جوز الحمام اللي طار لا انا يعني مزعاني ان جوز الحمام اللي طار كان تحتيه بودة حمام اول مرة يخصب عندي ويعني حمامتين ريتش ما شاء الله مستوى جميل واول مرة يخصب عندي واول بودو يطلع من خصب للاسف الحمام صابه طار فمعرفش اذا كان البيض كرا هيبوز ولا هينفع فهكشف عليه تاني ان شاء الله كمان ساعتين يكون دفي خالص واشوف هل لسه جواه حركة ولا الحركة اللي جواه وقفت فالحركة اللي جواه لبيض يا جماعة لو وقفت يبقى الزغالية اللي جواه ماتت انما لو البيض لسه جواه حركة تمام يبقى الزغالية اللي جواه لسه عايشة وهيكمل بازن الله فهنشوف ان شاء الله اللي هيحصل لو الحمام رجع هنصور تاني لو مرجعش برضه هكمل الفيديو ونرفع الفيديو على القناة ونبقى عارفين كرا ان الحمام للأسف مرجعش وان احنا نتصرف مع البيض دوت ولما البديف ان شاء الله نبدأ ان احنا نهاكل الزغالية يدوي او ننقلها تحت حمام مع الزغالية من نفس العمر بص يا جماعة دلوقتي بعد العيشة دنيا ظلمة اهي تمام تلقى 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 الاتنين وقفين هنا مكانهم هو مكان ما كانوا وقفين تمام فوق السلكات اهي تمام مسكت واحد والتاني اول ما يعني اول ما لمحني طور يعني اول ما شفني طلع على السطوح طور ومسكت واحد اهو تمام فاكرا الحمدلله احنا ايه مسكنا فرد والتاني طور فيعني اظن ان شاء الله ممكن بكرة ييجي ده ان هم عارفين المكان يعني هم اخدين على المكان عندي وكانوا طيرين عندي قبل كده فده الفرد اللي انا مسكته هم تمام لسا مسكوا دلوقتي حرام من هنا بص ما كان ما كانوا وقف عاملين انسالة هم كانوا كانوا وقفين لان الحمام طول النهار مكلش فهتلاقي معديد فاضية فدي الاسارة بتاعت المعدة تمام كرا يا جماعة هاخده ارجعه في السلاكة اهو تمام ولا احطه في السلاكة الواحده انا مفكر احطه في السلاكة الواحده بحيث ان التاني اسيب له الباب مفتوح هنا يمكن اطلق السبحة لايه يعني هم ايه ما دخلوش اصلا السلاكة يعني الاتنين مدخلوش في السلاكة السلاكة فاضية اهي فانا بفكر اخد ده احطه في شيالة حتى الواحده او في اي حاجة في اي سلاكة تانية الواحده بعيد عن هنا او سايبه جواف لقوضة بحيث ان الفرد التاني لما ييجي الصبح يلاقي السلاكة دي مفتوحة ممكن يخش ايه في السلاكة دي فان شاء الله خير يعني ادينا مسكنا فرد فكده ايه نص الموضوع اوه يعني نص الحمام اللي دع جه فضل النص التاني ان شاء الله اذا قلنا كده باذن الله ان احنا نعرف ان نمسكه النهاردة او بكرة تاني تماما انا ممكن كمان شوية كده اطلع بص عليه تاني دلوقتي احنا بعد العيش اوه بس الدنيا مضلمة انا منار الفلاش عشان ايه اصار الفيديو فلاعله خير باذن الله ما تنساش بقى تعمل لايك على الفيديو تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة